اهلا وسهلا بكم عزيزية طلبة الطالبات الصف الثالث الزراعي مجال التصنيع الغزائي في حالة جديدة من مادة الصناعات الغزائي في الحالة الصابقة اتكلمنا عن صناعة الجلي وطبعا تلاهم حلقتين كانوا في تعريف الجلي والمربى والمرملاد والفاكة المحفوظة والخامات التي تدكل في عملية التصنيع وايضا صناعة المربى وعرفنا موصفاتها والعيوب النتجة في صناعة المربى استكملنا بعد كده صناعة الجلي وعرفنا ان الجلي عبارة عن تسخين تاني هو تمزيج من العصير الرأخ الشفاف ليه السمار مع السكر وقلنا ان الحالة الجليية او الهلامية ده يفيدنا في حالة النهاردة لان احنا هنتكلم عن جزء من صناعة الجلي اللي هي العيوب وايضا هنتكلم عن صناعة المرملاد عيوب بقى الجلي اول حاجة عدم صفاء اللون وشفافيته لما اقول عدم صفاء اللون وشفافيته اعرف من البداية اننا عملت حاجتين غلط او مشكلتين انا استخدمت خامات رضيئة ففيها شوايب زي مثلا جبت سكر غير نظيف في شوايب فهتظهر في الايه في الجلي او انا ما عملتش تصفية وترشيح جيد للعصير بتاعي وبالتالي هتبقى جزء من التفل بتاعي داخل العصير وبالتالي هتبقى داخل الجلي الناتج يبقى داخل هيبقى نتيجة عدم صفاء اللون وشفافيته اعنى زي ما انت شايف ده لونه شكله ايه وده لونه شكله ايه اللي همال في عملية الترشيح للعصير المصنع فبالتالي وصلني لي الحالة دي عدم ازالة المواد البروتينية والغروية عند طفوها على السطح اثناء عملية التسخين زيادة كمية البيكتين المستخدم عن اللازم عدم اتزان المخلوط اللي هي نسب السكر الى العصير الى الحمط الى البيكتين عب سيولة الجلي اللي احنا بنسميه بكاء الجلي تاني زي ما انت شايف الصورة اللي موجودة قدامك دي هتلاقي جزء من الجلي ولكن جزء منه حصل له سيولة تاني هوا لنتيجة انفصال السكر والبيكتين بسبب زيادة الحموضة تيب نسميه بكاء الجلي عب تسكير الجلي خلي بالك ان عب التسكير خلاص انت اصبحت حفظته سواء في المربة او الجلي او في المرميلاد المنتج اللي بعد كده هيبقى ناتج عن عدم اضافة الحمض بالنسبة الملائمة اللي هي 3 جرام الى 4 جرام لكل كيلو جرام سكر مستخدم ركز في المنطقة دي كويس اوي يبقى انت عارف ايه المشكلة وعلاجها ايه وجاية منين يبقى التسكير على طول بديهي اصبحت انت حافظ خلاص في همض ان عدم اضافة الحمض يبقى انا ما عملتش احلال للسكر السنائي يبقى يحصل ارتداد مرة اخرى يحصل ظاهرة الايه التسكير قلة الحموضة اثناء الطبخ عدم اجراء الطبخ للمدة الكافية زياجة كمية السكر عن كمية البكتين المضافة ايه بتحبب الجلي قلة السكر مستخدم عن اللازم ليه يحصل التكتل او التخصر اللي انت شايفه قدامك ده لو انا مش ضايف نسبة السكر بالشكل الملائم اصبح الجزء الاكبر من اللي موجود عندي عبارة عن عصير فجزء العصير اللي موجود عندي مع تكوين الحالة الجلية اللي موجودة هيسبب التحبب اللي موجود وصلنا مش فيه سكر بالشكل الكافي اللي يضخ او يمص العصير او الماء من على ايه من على البكتين ارجع تاني بالذكرة لما انا قلتلك ازاي يحصل تكوين قوام هلابي نازم ايبقى فيه موجود بكتين ويبقى موجود سكر يشلي جزء العصير والقطرات اللي على البكتين عشان يعادل حمض الشحنة اللي موجودة فبالتالي عدم موجود السكر بالشكل الكافي يسبب لي التحبب اللي انت شايفه ده او يعمل لي الشكل اللي قريب من التسكير ولكن هو ليس بتسكير هو قريب في الشكل من عملية الايه من عملية التسكير اخد بالك زيادة البكتين عن النسبة اللازمة لان البكتين هدفه ايه عملية ربط والبكتين اصلا كده كده موجود في الفك اللي انت خدت منها العصير لذلك دايما بيتم اختبار للعصير قبل ما يدخل في صناعة الجيلي عشان نعرف كمية البكتين اللي موجودة كافية ولا غير كافية فبجيب عينة من العصير وحط عليها كمية موساوية يعني مثلا لو خدت مثلا عشرة ملي لتر من العصير هدف لها كمية او وزن او عشرة ملي لتر موساوي للعصير من الكحول اللي هو تركيزه 95% فاذا تكون خيوط هلامية ضعيفة اعرف ان نسبة البكتين في العصير قليلة اما اذا تكون قوام هلامي او جلي في الانبوبة بتاعت الاختبار اللي انا حطيت فيها العصير والكمية الموساوية من الحم من الكحول فكده اعرف ان كمية البكتين اللي موودة عندي كافية فبالتالي بناء على الاختبار ده انا بحدد نسبة البكتين المضاف في عملية التصنيع اركز في النقطة دي اوي عيب تعفن الجلي شأن وشأن عيب التعفن في المربة كدبالك من الكلام ده لان الظهور عفن معناها بقول تاني وركز سوانش بس في صناعة الجلي او المربة ايضا في المرميلاد وايضا ده هيقابلنا في الصناعات الاخرى في الابواب التالية ظهور فساد في المنتج بتاعي او نوع من انواع العفن بيرجع لان انا بستخدم اما خامات غير جيدة او بستخدم ادوات في التصنيع غير جيدة فبالتالي بوصل في الحالتين الى ظهور فساد في المنتج بتاعي بيظهر بقى على صورة ده اي اما عفن او ظهورة بقعة سوداء او ظهور بعض المظهر اللازج في بعض المنتجات او حتى الخامات اللي بتدخلوا بها عملها سوق عملية تخزين فتستمر معايا لعملية الانتاج انخفاض تركيز السكر عن الحد اللازم لمنع نمو الفترات وتاني اللي انا قلتلك على الجزء اللي هو الاولاني اللي هو الخامات والادوات ولكن في جزء مهم اللي انا بقول عليه تركيز الحافظ 68 الى 70% من السكر وبالتالي واستخدموش السكر بالشكل او النسبة المناسبة ده هيقلل من التركيز بتاعي ايضا عدم غلق اواني التعبئة وهي ساخنة ايه لما نعملش تكاسف لقطرات الماء على المنتج اللي موجود الصفات الواجب توافرها في الجلي الجيد قلتلك استخدم الحواس بتاعتك استخدمناها في صناعة المربع يبقى على طول بديهة هستخدمها في صناعة الجلي بس اول شيء عايزك تتذكره في الجلي القوام الفرق اللي هو الواضح ما بين صناعة المربع وصناعة الجلي هو القوام الرجراج يبقى رقم واحد عندي في الصفات انه يكون ذات قوام الرجراج قوام هلامي الرجراج لو ما ادنيش القوام ده يبقى ده على طول من الجلي يبقى احد الصفات الجيدة في صناعة الجلي انه يكون قوام الرجراج وبالتالي هلامي الرجراج تاني حاجة اكيد يديني لون وشكل السمار المصنع منها العصير اللي هي زي دايما ما انا بقول حتى في صناعة المربع لو انا بعمل بورتقان او جلي بورتقاني بقى لونه بورتقاني لو انا بعمل فراولة بقى لونه احمر لو انا بعمل جلي من المنجا بقى لونه اصفر بمهمة اوي صفاء اللون وشفافيته دي من ضمن المصفات ايضا لما باجي في القوام الرجراج ده واعمل اطعب السكين من الحواف يديني حفة حدة ينزل بحفة حدة يعني لا يحدث سيولة اثناء قطعه بيقى السكين احد المظاهر والصفات كمان المهمة ان يديني شكل الاناء المعبأ فيه يعني يديني شكل الاناء اللي انا بعبأ فيه او القالب اللي انا هعب فيه تعالوا مع بعض كده نشوف الصفات دي اول حاجة صفاء وشفافية اللون ما احتفاظه بلونه الطبيعي اللي انت شايفه قدامك ايه بورتقان لونه ايه بورتقالي او اصفر فاتح او اصفر غامل على حسب البرتقان اللي انا استخدمته يبقى اذا الجلي اللي هينتك في النهاية واخد لون وسمار البرتقان عدم احتواءه على فقعات هوائية يعني ما كونش دي بداخله فقعات هوائية احتفاظه بشكل اناء التعبئة بعد ازالته من الزاك دايما هايجي لك السؤال اللي هو عالك اللي هو اضاء او عملية تعبئة الجلي والمرميلاد اللي احنا هناخده كمان في الحلقة بتاع النهاردة على درجة حرامية وتمانين درجة فقعات تخيل لو انت بتسوي على النار فيه اناء مفتوح وكونت الحلل الجلية بتاعت الجلي او المرميلاد وسبته لما يبرد في الاناء مش انا بقول احد صفاته الجيدة انه بياخد شكل الاناء اللي بيحويه فبالتالي لو سبته هيبرد واخد شكل الاناء اللي انت عملت فيه عمليات النطج والطبخ والتسوية فبالتالي لازم تعبيه بسرعة داخل الاوالب اللي انت عايز عشان يأخذ شكل الاناء المعبئ فيه احتفاظه بشكل الاناء التعبئة بعد ازالته منه يعني ما طلعوا يفضل واخد شكل الاناء بتاع التعبئة لو انا معبئه في قلوب يبقى في قلوب في دائري يبقى في دائري في استوان يبقى في استوان الرجراج متماسك احتوائه على 65% على الاقل من المواد الصلبة ده التركيز اللي هي نسبة السكر اللي داخلها فيه التصنيع اللي هي 65% تكون السطح ام لاززو حواف حدة عند خطعه بالسكين يعني ما اقول فيه مقطع بالسكين يكون لي حواف حدة احتفاظه بطعم ورائحة سمار الفاكهة المصنع فيه منها يعني لو انا بعمل بورتوان بورتوان بعمل مانجا يبقى مانجا بعمل خوخ يبقى خوخ يبقى بياخد طعم ورائحة السمار المصنع منها سؤال على الاضافة حمد الستريك عند صناعة الجلي انا سامع كل ابنانا وابنائتنا الطلبة بيجابوا على السؤال ليه بضيف حمد الستريك في صناعة الجلي عشان امنع ظاهرة التسكير تاني عشان امنع ظاهرة الايه ظاهرة التسكير وهي عدم ارتداد للسكر الاحادي الى سكر ثنائي مرة اخرى وعشان اكون كمان القوام الهلامي في صناعة الجلي لمنع ظاهرة التسكير لمعادلة الشحنة السالبة في البكتين اللي يتكوين القوام الهلامي او الحالة الجلية عندنا اعادل الشحنة السالبة في البكتين ويسهل ترصب وتكوين الحالة الجلية هنقش فيه صناعة المرميلاد طب قبل يا مصدر ما تقولي صناعة المرميلاد رجعني تاني للتعريف انا كنت لسه بقولك ان من احد المميزات لما اجا تكلم يبقى انا عارف في الصناعة انا بستخدم ايه او ايه الفرق ما بين كل منتج ومنتج موجود عندي فاصبح الواضح في الفرق ما بين المربع والجلي هنا سمار هنا عصير طب مرميلاد انا في التعريف بقول هو عبارة عن جلي يبقى اذا كل اللي خدناه في صناعة الجلي هو نفس اللي هنستخدمه في صناعة المارميلاد طب هو ايه الزايد في صناعة المارميلاد المارميلاد الزايد ان انا باخد القشور شرائح من القشور للسمار اللي انا بستخدمه او شرائح للسمار نفسه بس غالبا احنا بناخد شرائح للقشور يعني شرائح لقشور البرتقال او شرائح لقشور النارنج مثلا على حسب نوع المارميلاد اللي انا هصنعه عشان ابدأ اعمل لها عمليات سل على انفراض بمدد لا تتجاوز الكام يا مصدر لا تتجاوز الخمس دقائق ليه عشان مؤثرش على نسبة البكتين الموجودة فيها ولما ابدأ اضفها بعد عمليات التسخين ما بين العصير والسكر لازم تديني الشكل المتماثل في المرملاد ولا تكون طافية على السطح او مترصبة في القاع ده في التعريف بتاعي المرملاد هو عبارة عن جلي مع اضافة قشور او شرائح السمار المصنع منها الجلي بحيث تكون في حالة متماسلة ومعلقة في المحلول وغير طافية على السطح او مترصبة في القاع تعالوا كده نشوف مع بعض خطوات الصناعة دي سؤال في الامتحان يقول لي اذكر انواع المرملاد ايه يعني يوجد نوعان من المرملاد يا مستر حسب البلاد المصنعة له هم ايه عرفهم لي يهم يقول لي اسكر صناعة او اسكر انواع المرملاد او يقول لي فرق بين كل من المرملاد الحلو والمرملاد المرملاد او المرملاد الانجليزي والمرملاد الامريكي انا كده بوضح الصورة اكتر المرملاد منه نوعين حسب البلد فيه نوعين فيه بلدين اشتهروا بالتصنيع فيه الانجليز وفيه الامريكان يعني الامريكا كان بتصنع نوع من انواع المرملاد وانجلترا بتصنع نوع من انواع المرملاد طب ايه الفرق ما بين النوعين الفرق بينهم ان نوع بنسميه المرملاد الحلو ونوع اخر بنسميه المرملاد المر تاني يا مستر هو فيه مرملاد حلو ومرملاد مر اه المرملاد الحلو هو المرملاد الامريكي اما المرملاد المر هو المرملاد الانجليزي طب ايه اللي بيسبب الطعم الحلو والطعم المر في المرميلاد الامريكي غالبا بنستخدم البرتقال فقط اما في المرميلاد الانجليزي بضيف جزء من الليمون او النارنج وبالتالي ده فيه جزء من المرارة فبيديني الطعم المر في المرميلاد الانجليزي تب وده يا مصطر يعمل لي اختلاف في طريقة التصنيع اه يعمل لي جزء بسيط اوي فيه خطوة من خطوات التصنيع لما اجي اعمل سلء لي القشور فانا بعمل حاجة من الاثنين يبا استغنى عن مية السلء واخدوا القشور واعمل عملية تسوية مباشرة او اعملها عملية انضاغ مع السكر والبيكتين والحمض والعصير فده يبقى اسمه مرميلاد حلو لو انا عايز انتج مرميلاد مر فانا هستخدم ماء السلء اللي فيه جزء من المرارة في عملية التصنيع عشان يديني الطعم المر وبالتالي بقى المرميلاد الانجليزي يبقى ده المرميلاد الحلو اللي هو الامريكي والمرميلاد المر اللي هو الانجليزي تعال نشوف كده مع بعض وهم المرميلاد الانجليزي اللي هو ايه مستر تاني الطعم المر طب الطعم المر هنا ناتج من ايه مستر من الجريفروت او النارينج مع البرتقاني انا جايب لك ههوة السمار ليه الجريفروت والنارينج بنستخدمهم فين مع الايه مع البرتقان فبالتالي هيديني الطعم المر خد بالك اثناء عملية التصنيع هنا هعمل ايه مستر هنا بقى مش هرمي ماء السل اللي فيه طعم المرارة اللي انا هستخدمه في عملية التصنيع مرة تانية عشان يديني المرميلاد الايه المرميلاد المر ده النوع الاولاني تعال اشوف النوع التاني المرميلاد الامريكي اللي انا هستخدم فيه فقط بس الليمون مع البرتقان بس خد بالك هنا في حتة موضوع الليمون بطبيعة الحال قشور السمر بتاع الليمون فيه الطعم المر فانت هنا قدامك حاجة من الاتنين يعمل هتستخدم قشور بعد ما تقشر خالص وتستخدم عن القشور وتستخدم شرائح الليمون نفسها او لو انا هستخدم قشور الليمون لما اعمل عملية سل فانا هستخدم عن ماء السل اللي موجود في الليمون عشان اتخلص من اكبر قدر ممكن من المرارة يبقى دا ايه اسم المرملات الحلوة اللي هو عبارة عن ايه بقى ان انا هستخدم برتقان معاها بس سمار الليمون للشرائح بتاعة الليمون او شرائح القشور ولكن لما اعمل عملية سل ليه الشرائح لازم تبقى فاهم انك هتستغنى عن ماء السلق هنا عشان بيها جوز كبير جدا من المرارة فبالتالي يديك ايه المرملات الحلوة اللي هو الامريكي طب خطوات الصناعة بانت هتدخل معايا مباشرة لخطوات صناعة الجلي ركز في الموضوع مش انا لسه بقولك في التعريف ان المرملات عبارة عن ايه مستر عبارة عن جلي وبالتالي ما دام عبارة عن جلي بانا هتطلع العصير هستخلص العصير بانا هجيب السمار بتاعتي في خطوة مشتركة في كل المنتجات اللي موجودة عندي اللي هي ايه مستر رجعني كده وذكرني شاطر برافع عليك سامح حد بيكلمني بيقول لي ايه اه بيقول لي من ضمن الخطوات الاساسية ايه عملية الغسيل ليه عشان ازيل الاتربة ازيل الشوائب اللي موجودة مع السمار اللي موجودة عندي فبالتالي يبقى العصير بتاعي خالي من الاتربة وخالي من العقارة وخالي من الشوائب طب في خطوة انا عايزك تقول لي مشتركة تانية ايه هي عرفها لي اللي هي الفرز والتدريج عمليات فرز وتدريج ليه السمار اللي موجودة عندي اه خطوة اختيار الصنف المناسب ارجع ازكرك تاني اللي هي ايه السمار التامة النضو وابتعد عن السمار الغير تامة النضو والسمار الزائدة النضو تد فيه نقطة عايزة اسألك عليها لمصدر في كلمة اختيار الصنف المناسب هل ممكن يبقى فيه اكتر من صنف في نفس النوع اقولك اه يعني اديك مثال البرتوان مثلا له اكتر من صنف جوة نوع البرتوان نفسه يعني فيه البرتوان البلدي فيه البرتوان المسكر او الحلو فيه السكري او البرتوان اللي احنا نسميه برتوان ابو سر طب لما اجي اعمل حاجة من الحاجات دي وفضل استخدم ايه فضل استخدام البرتوان البلدي وصلا انا بعمل عصائر وهخزن عصائر وهستخدمها فيما بعد ليه يا مصدر اشمعنا لما اجي اقول انت خاب صنف مناسب في السمار زي البرتوان اقول السمار البرتوان البلدي لانها اعلى في الطعوم والنكهة السمار البلدي او البرتوان البلدي اعلى في الطعوم والنكهة من الاصناف الاخرى وبالتالي انا بستخدم عصير وهدخله فترة فيه للتبريد او التجميد عشان استخدمه فيما بعد فمن احد مواصفات الجلي او المرميلاد الجيد اني بقى طعم السمار فيه فبالتالي يفضل استخدام الصنف البلدي دي بمعنى اختيار صنف مناسب جوه الصنف نفسه جوه الصنف نفسه تعالى تاني برضو ارجعك لنوع من السمار اخر زي المنجا هتلاقي فيه اصناف عديدة من المنجا فلما اجي يا مصدر اصنع منها عصائر عشان استخدمها فيما بعد استخدم افضل نوع ايه بقول المنجا الزبدية ليه يا مصدر لانها الاكثر لحما في المنجا اللي موجودة وبالتالي اعلى تصافه وكمان قوية في النكهة والطعم فهتديني المرضود المناسب في صناعة العصير اللي انا المفروض هقدو اصنع منه الجلي اللي انا هدف له شرائح عشان استيار الصنف داخل الصنف يبقى دي خطوات اجرائية داخل عمليات الايه عمليات التصنيف تعالوا نرجع كده نرسيل السمار وفرزاه لفصل التالف ركز قوي فصل التالف منه ليه يا مصدر ليه بفصل التالف عشان ده هيوصلني للعيوب اللي زي الفساد اللي منها التخمر اللي منها تغير اللون اللي منها العفل اللي هي الخامة الرضيئة اللي بتوصلني المنتج الرضيئ استخلاص العصير بالطريقة المناسبة يعني ايه الطريقة المناسبة يعني زي ما انا قلت لك ان فيه اكتر من عملية لاستخلاص العصير ممكن استخلص العصير بياما بالعصارات اليدوية لو انا على سكيل دي او مدى دي لو انا في المنزل فهي عصارات يدوية لو انا في المعمل عندي فيه جزء ما بين اليدوي وما بين الحديث اللي هي العصارات المخروطية اللي بالكهرباء فيه بعض الاصناف لا يناسبها الكلام ده يعني اللي مناسب العسارات المخروطية هي السمار اللي فيها أنصاف زي البرتقان وما فيش في بداخلها نوة كبيرة زي المانجا مثلا ما ينفعش أستخدم فيها عسارات مخروطية فبالتالي الصنف للصنف المناسب فالمخروطية دي لأصناف زي البرتقان لكن لو أنا أستخدم مثلا أو أنا أطلع عصير من سمار زي سمار المانجا لا إيبا أنا أستخدم نوع آخر من عمليات العصر منها إزالة النوة وبالتالي تعمل عمليات كابسلي العجينة اللي موجودة في المانجا سمار المانجا نفسها إن الشرائح اللي أنت شايفها قدامك على الشاشة دي هي دي اللي هتستخدم هي دي اللي هتعملها عمليات إيه؟ عمليات السلق وبالتالي دي اللي هتدخل معايا في عملية الإيه؟ في عملية التصنيع ولي بقى تأخذ القشور اللي أنت شايفها دي وتخطع إلى الشرائح بسمك 3 ملي متر بقالات خاصة فأنا هعود أنا أحسب بالمصطرة يا مصطر قدامك حاجة من الاتنين لو أنت شغال في مصطرة على سكيل كبير فهو كده كده عنده أشارات بتتزبط بقى السمك بتاع اللي هو الثلاثة ملي أو حسب السمك اللي أنا عايزه فبتأشر السمار أو الشرائح أو القشور حسب السمك اللي أنا عايزه لو أنا في المعمل عندي فأنا بستخدم سكين واخد بالك بحذر لأنه بتبقى سكين حدة جدا فأنت بتحاول بالخبرة تقطع بالسمك اللي إحنا بنتكلم عليه ليه ما بستخدمش للسمك الكبير لأنه لا يفضل استخدام السمك كبير لأنه هيحصل له غالبا كمان ترصب فيه ألقاه أنت عايزة القشور تبقى رؤية وخفيفة تبقى موجودة بحالة متمثلة داخل المعلق اللي موجود عندي اللي هو المرميلاد الناتج لكن لو استخدمت سمار أعلى فيه السمك يعني أحصل مشكلتين المشكلة الأولى ممكن تترصب فيه القاع المشكلة الثانية هتاخد وقت فيه عمليات السلق عشان السمك الكبير بتاعه توضع القشور في ثلاث أمثال حجمها من الماء وتسلق حتى تصبح لينة وتستورج العملية حوالي نصف إلى واحد ساعة وبكده هنكون وصلنا إلى نهاية حالة النهاردة وأتمنى يكون كل مشاهدين استمتعوا معنا وإلى لقاء آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة